سعال هلموا إلينا الضفوة عمو يزيد تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذن يا أطفال لما تشاركوا للحضور عبر موقع الانترنت عمو يزيد بون كوم عليكم شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حاب يجيبكم كامل وسوف يرين الهاتف في بداية كل حسان تكلموا على أيام عالمية ودولية مهمة في حياتنا في هذه الفترة هذه كين يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي شكون هو الإنسان لي كين كونه في خطر نكلموه لي من شكون نكلموه لي من نعيته وش هو الرقم اللي نديروه في الهاتف ولا كين كونه في خطر كين كونه محتاجي المساعدة لي من نعيته لي من نعيته تعالي بنتي هرواحي مصبك بنتي دعاء دعاء وين تسكني دعاء؟ في بوزريعة في بوزريعة لي من نعيته بنتي؟ من الاسعاف الاسعاف واسمهم الاسعاف؟ الاسعاف لي من نعيته؟ تعالي بنتي هرواحي واسمك بنتي؟ لينا وين تسكني لينا؟ في الحراش في الحراش لي من نعيته بنتي؟ الحماية المدنية الحماية المدنية برافو 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 في هذه الفترة يوم 4 مايه هو اليوم العالمي لرجل الإطفاء إذن يا أطفال رجل الإطفاء مهم جدا في حياتنا هم اللي يطفيوا النار لجول الإسعاف يعطينا إسعافة الأولية إنقاذ الغريق يقي أطفال إذن لازم في هذه الفترة نوقفوا وقفة إجلال لرجال الحماية المدنية لينحيوهم ونقولوا لهم يعطيهم الصحة على المجهودات الجبارة لم يقوموا بها وفي نفس الفترة هذه كان يوم مهم جدا شكولي يقدر يقولي يوم 5 مايه واش سرع في يوم 5 مايه 5 مايه عنده علاقة مع العلامة عبد الحميد بن باديس يوم 5 مايه واش أسس عبد الحميد بن باديس واش أسس جمعيات 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 العلماء المسلمين جمعيات العلماء المسلمين أسست يوم 5 مايه من أي سنة شو يقدر يقولي نعرفوه يوم العلم هو 16 أفريل ذكرى وفاة لعلمة عبد الحميد بن باديس في 1940 في أي سنة أسست جمعيات العلماء المسلمين خمسة مايه 1900 عرفوها حاولو 1900 كتكوت 1900 ولو أصدق قول لي بوبي 1931 1931 تصفيقة على بوبي تصفيقة تصفيقة بوبي عنده تقافة عنده تقافة إذن خمسة مايه تأسيس جمعيات العلماء المسلمين في 1931 يوم 8 مايه تعرفوه أحداث 8 مايه أي سنة أحداث 8 مايه ألف وتسعمية تعالي بنتي تعالي أحداث 8 مايه وين أي سنة 1945 1945 برافو برافو أحداث 8 مايه 1945 في أي مدن كان تلت مدن المعروفة بهذه الأحداث هذه شكولي يعرفها شكولي يعرفها بوبي تعرف قولنا مدينة برك وحدها برك خراطة خراطة شكولي يعرف تاني تعالى 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 واسمك وليدي أنس أنس وين تسكن أنس في الحراش في الحراش وش هي المدينة الثانية ستيف ستيف برافو برافو إذن خراطة أو ستيف تخصنا مدينة تخصنا مدينة شكولي تعالي بنتي واسمك بنتي نعم وين تسكني نعم ألا أنا في براقي تسكني في براقي الله يبارك تحياتنا لكل ناس براقي وش هي المدينة الثالثة خراطة لا لا قالوها خراطة قالوا خراطة وقالوا ستيف بقيت وحدها ها تفكرتها تعالي بنتك كنت تفكريها رجعي معلش بنتي معلش معلش هروحي بنتي واسمك مالاك وين تسكني مالاك في الحراش في الحراش لله يبارك هل في عمرك 12 سنة 12 سنة وش هي المدينة الثالثة قلمة قلمة برافو 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 بنتي برافو إذن أحداث ستيف قلمة وخراطة في 8 ماي 1945 وخمسة واربعين لازم ما ننسوش الناس اللي ضحاوا بالنفس والنفيس باش تستقل الجزائر وتصبح حرة مستقلة ياخي بهذا المناسبة تحبو الألغاز نعم تحبو الألغاز نعم إذن شيء لحمه من الخارج وشعره من الداخل وعيد اللقس شيء لحمه من الخارج وشعره من الداخل فكروا لغاية نهاية الحسان ثم أصدقائنا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغس بهذا الطريق أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الأنترنت مع آقل اكتب عمويازيت.com اضغط على زر جاوب على اللغس املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغس رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائس في الحسان الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن على بل بل الشاطرين ولكن صبروا حتى لغاية نهاية الحساب باش أصديقة أنا تاني يشاركوا معنا واشارعيكم بمناسبة ذكرة تأسيس جمعية العلماء المسلمين 5 مايه 1931 طلبنا من أكرم باش يديرنا بحث عن عمود من أعمدة جمعية العلماء المسلمين تعرفوا بعض عضاء جمعية العلماء المسلمين المؤسس الشيخ العلم عبد الحمد بن مباديز كين أعمدة اللي كانوا معاه في التأسيس اليوم رح نتعرفوا على شخصية مبارك الميلي إذن تفضل تفضل أكرم تفضل 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 تصفيقة تصفيقة على أكرم تصفيقة تفضل أكبر السلام عليكم أصدقائي وعليكم السلام سوف نتكلم اليوم عن الشيخ المبارك الميلي الشيخ المبارك الميلي من مواليد غبالة دائرة سطارة ولاية جيجل في 26 ماي 1895 توفي أبوه وعمه أربع سنين فكفله جده ثم عماه بدأ تعليمه بأولاد مبارك بالميلية تحتاري عيد الشيخ أحبت بن طاها المزهود عاصر المبارك الميلي جو الاحتلال الفرنسي اتجه بعدها إلى مدينة القسنطينة إذ التحق بالجامع الأخضر ليتابع تعليمه على يد الإمام عبد حميد بن باديس فكان من أنجب تلاميذته توجه بعد ذلك إلى جامعة الزيتونة بتونس وظل حتى تحصل شهادة عالمية سنة 1924 ميلادي ثم رجع إلى الجزائر سنة 1925 استقر في قسنطينة يدرجس طلاب العلم بمدرسة قرآنية عصرية في عام 1931 سرعى الشيخ المبارك الميلي في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وانتخب من أول يوم عضل في المكتب الإداري وأمينا للمالية وعينا في أكتوبر 1937 مديرا لمجلة البصائر خلفا للشيخ الطيب عقبي وفي عام 1933 عاد الشيخ لمسقط رأسه بالميلا ليواصل جهوده الإصلاحية في مجال التعليم والإرشاد وعندما توفي الشيخ عبد الحميد بن باديس في أفرير 1940 خلفه الشيخ المبارك الميلي في دروسه بالجامعة الأخضر بقسنطينة عانم المعض السكري منذ 1933 واشتد عليه الماضي خصوصا بعد وفاة شيخه ورفيق نضاله الإمام عبد الحميد بن باديس إلى أن توفيه في تسافي براير سنة 1945 ميلادي رحم الله الفقد وأسكنه فسيح جنته برافو 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 أكرم برافو 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 أكرم إذن شيخ مبارك الميلي هو عمود من أعمدات جمعية العلماء المسلمين يا أطفال لما لازمش ننسوهم في هذه الفترة هذه كذلك كين يوم عالمي ما تكلمني شي عليها رحم نتكلم عليها دروكالي لأنه كين مفاجأات مشي معه هو اليوم العالمي للتلوين تحبوا الألوان؟ نا إذن عمو يزيد لكم أغنية تتغنى بالألوان يلا تغنوا كامل معايا الدنيا ألوان يلا تغنوا معايا الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور أبيض موسيقى موسيقى الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور أسود كلون الغراب بني كلون التراب شفا كالماء أزرق كلون السماء أسود كلون الغراب بني كلون التراب شفا كالماء أزرق كلون السماء الدنيا أنوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور برتقالي كالبرتقال برسجي كالباب جان وردي كلون الزهري رمادي كلون الفأري برسجي كالبرتقال برسجي كالباب جان وردي كلون الزهري رمادي كلون الفأري الدنيا ألوان والألوان هي النور في كل مكان تبعث البهجة والسرور برابو 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 إذن الدنيا ألوان والألوان هي النور يا خياتفال بالألوان نقدره تحبوا الألوان كامل يا خي؟ نعم برابو 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 وش رأيكم نروح ودرك الألعاب الخفة تحبوا الألعاب الخفة؟ يلا كامل نعيطه العمو السليم اللي جانا من مدينتي بجايا بألعاب الخفات تفضل العمو السليم تفضل عمو 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 السليم اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 قال لي المدير استطاعهم. قال لكم ماغنق�. قال تعالوا واسمك. قالوا ويش تخلك. وعيد ذاك يا راح مأحس Active. مدير قال له ورا عقلك ويش قال له هو? قالوا المدير واسمك. قال له وCould vos تخلك? هل كنت بعد وارlace عقلك ويتشتره. شكرا مع مكتبة جميلة. significantly fill in the name. تعالي 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 أروحي أروحي بنتي دقاتي ما اسمك بنتي؟ ميلين وين تسكني ميلين؟ الجغي إيجيبت ها تسكني في مصر الله يبارك الجغي ها الجغي تاني الله يبارك الله يبارك شعرفي عملك بنتي؟ تواكل هاش؟ سيس سي موا؟ سيس سيس كوا؟ سيس وي ها سيسون الله يبارك الله يبارك إذا كنت تروحي تسلمين عليهم كامل بنتي يا أخي الجالية هاي برافو برافو بنتي برافو برافو شكول عندنوك ترجمي لاجي يحكي هنه؟ شكول تعالي 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 أقعدوا اليدي واسمك اليدي آنس آنس حال في عملك؟ آه 12 الله يبارك 12 سنة الله يبارك احكينا نقطة تعالك لديك كين واحد اسمه عالي واحد اسمه محمد عالي راح للمطعم قل له أعطيني طبسي وحب زيتون وفرشيطة عالي بقى ما مقدرش يكبض زيتون الفرشيطة بزيتون بعد قل له محمد الفرشيطة تعكوش بيها محبش تكبض زيتون بعد قل له أعطيني تشوف أعطيني بعد محمد العقا قبضها بعد عالي قل له قل له تجريتها بشكبتها آه عيتانا يا برابو 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 إذا الحقنا دركيا أطفال الحقنا دركيا أطفال الجواب عن اللغز شيء لحمه من الخارج وشعره من الداخل تعالى تعالى أروح وليدي أروح منا أذكرهم باسمك عادل عادل ومين تكون عادل؟ في بليدة وليس وليدة في بليدة مدينة الورود الله يبارك وليدي الله يبارك وش هو الجواب؟ أه وش هو الجواب؟ لحمه من الخارج وشعره من الداخل الحيوان لا لا مشي حيوان معلج شو لعنده جواب؟ تعالي تعالى بنتي أروحي أروحي بنتي واسمك بنتي؟ شي ما وين تسكني شي ما؟ واسمعي واسمعي الخيار الناس وش هو الجواب؟ الأنف الانف برابو لوني لوني لحمه من الخارج وشعره من الداخل برابو اعطي الهدية على الشاطرة هذه بنتي اعطي الهدية شاطرة 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 عمو يزيد يهديك هذا الهدية هذا الشوب هذا الجميل ويهديك هذه السيديهات ثلاث سيديهات انتجت في خلال سنتين في كل سيدي كين عشرين حتى الثلاثين وعشرين اغنية في كل سيدي ان شاء الله تستفدي بهم بنتي تفضلي بنتي تفضلي العفو العفو بنتي العفو في كل حصة عندنا عيد ميلاد اليوم عندنا عيد ميلاد محمد احنا نغنر محمد عيد ميلادك احلى عيد اصدقاء انا هيروحوا يجيبوننا القاتو وتعالى محمد يلا هيا انتحقوا بيها اطفال تعالوا تعالوا عيد ميلادك احلى عيد ربك تبلك عظم جديد الله يبارك ويسيد ونقول لك عظمي لتسعيد الله يبارك فيك ويسيد ونقول لك عظمي لتسعيد من خببي ديك نتمنى سحة وسعادة وهانا شرع يا ربي لمية سانة واتعش ايامها افرار شرع يا ربي لمية سانة واتعش ايامها افرار يا بانين يا بنات يلنطي يربارونا بس انا مراح غني نفرح ونعشو احلى الاوقات بس انا مراح غني نفرح ونعشو احلى الاوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها بي لحروا يا محلاها بس مكنتا زيبناها بي لحروا يا محلاها باب الله يدعولوه واصحابه ويبرقولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل ستة خمسة ربعة طفلنا اجتماع محمد برافو 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 إذن محمد عم يزيد يحديد هذه الشهادة هي شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حسة مع عم يزيد وانتما يا أطفال غير تخرجوا كل واحد تكون لديه شهادة هاكذا باسمه يحتفظ بها كذكرى يا أخي إذن محبب بكم يا أطفال بما أنك جماعت خمس خاسمات منو اللب حالي برامي وبعدتها الصندوق باري 42 ألف في الجزائر العاصمة استوالي رأي برنامج جرامية هذه كهدد الدرجة الجميلة إن شاء الله تستفد بها وأنا مبقى لإلى نقولكم بقوا لخير استنعنا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزن وحن الودع يا أصدقاء كل الأيان في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع ربه يزين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع ربه يزين